لدى استقبال سموه للجنة تحكيم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية أشهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بدور الجائزة في خدمة الإنسانية والعمل الإنساني والتحفيز عليه والتشجية على المبادرات الإنسانية من خلال تكريم القائمين عليه مثنيا سموه على الدور الذي يطلع به مجلس أمنا جائزة تعيسى لخدمة الإنسانية رئيسا وأعضاء وعلى دور تحكيم الجائزة هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية أمس سموه الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمنا جائزة عيسى لخدمة الإنسانية الذي قدم لسموه أعضاء لجنة التحكيم للدورة الثالثة لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية برئاسة البروفيسور يان بولسون وقد أكد سمو رئيس الوزراء أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تميزت اليوم كحدث عربي وعالمي بارز فقد تعدى نطاق تأثيرها الحيز المحلي والإقليمي إلى الفضاء العالمي كونها تستهدف العمل الإنساني دون من نظر إلى الاعتبارات العقائدية أو المذهبية أو الفكرية أو السياسية وقال سموه إن العالم اليوم يعيش في مناطق عدة صراعات مريرة وهو أحج ما يكون إلى أن تتوحد الجهود للتحفيز على خدمة الإنسان والتخفيف من معاناته في أي مكان كان على وجه الأرض وهي أهداف سامية عمل عليها الموفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل صاحب العظماء الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله وقد أكد سموه أن الحكومة حريصة على دعم وتوحيد الجهود التي تعزز من موقع البحرين كمنطلق للأعمال الإنسانية للعمل الإنساني والتطوعي لقناعتها بأن النجاح مؤكدا لهذا التوجيه السامي لما يتمتع به شعب البحرين من تسابق على العمل الإنساني والتطوعي باعتبار ذلك جزء من تكوينه ومن قيمه الإسلامية وعاداته الطيبة وأكد سموه أن الحكومة تعمل على أن يكون مسار العمل الإنساني لمملكة البحرين يسير في اتجاه تلبية الحاجات الإنسانية للشعوب المحتاجة عبر التعاون البناء مع المجتمع الدولي ومنظماته المعنية بهذا المجال الرحبة وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدعم والإسناد الذي تحظى به الجائزة من سمو رئيس الوزراء لافتان لأن توجيهات سموه تحث دائما على أن يكون توجه البحرين الإنساني على النطاق الإقليمي والدولي باتجاه الإحتياجات الإنسانية أينما كانت وتلبيتها سواء داخل حدود الوطني أو خارجه